عدوان جديد وانتهاك صارخ للسيادة العراقية اليوم ماذا تريد طهران من العراق ومن أربيل تحديداً وما هي رسالتها إلى العراق بهجماتها التي حصلت بالأمس ولماذا أربيل تحديداً وليس موقع آخر واضح المساعل والنوايا الإيرانية رغم المبادرات العراقية بالتجاوب على المستوى الرسمي لكل دواعي الهواجس الأمنية التي تكتنف التفكير الإيراني ورغم ذلك نجد أنه للأسف التعاطي مع الملف العراقي بقسوة بشدة رغم كل التطمينات التي وضعتها اللجان الأمنية المشتركة بين إيران والعراق والتصريحات التي صدرت عن الجانبين بأن الاتفاقية الأمنية سارية على قدم وساق وهي مشجعة وتحقق نتائج إيجابية وطيبة لكن فجأة تتصادف هذه الأعمال العدوانية مع هذه النوايا الحسنة الطيبة في أقل تقدير من قبل العراق رغم كما قلت أنه التفاهمات المشتركة على أنه الأجواء آمنة ومستقرة بين الطرفين بخصوص الاتفاقية الأمنية خاصة وتحييد الجماعات المعارضة للنظام الإيراني رغم كل هذا يعني الإدعاءات تتباين من قبل الجانب الإيراني مرة يعني يقولون بؤر تجسسية يدعون ومرة أخرى درءا لمخاطر إرهابية من الإبعاد المعارضين استهداف أهداف حيوية ضد النظام يعني تباينا وتناقضا في تحديد الهدف الآن يعني حينما تطالعنا نشرتكم بتصريح السيد مستشار الأمن القومي السيد الأعرجي أنه المكان مدني وبيت لمواطن عراقي إذن فرية بؤرة التجسس هذه مستبعدة اللجان أو اللجنة التحقيقية التي حددت لهذه المهمة حينما تكشف هذا الأمر وعلى ما يبدو ضمن تصريح السيد الأعرجي يعني يوحي أنه التحقيق محسوم سلفا أنه الهدف الهدف مدني إذن هذا المبرر قد خرج عن نطاقه وغير قابل للتصديق ونعرف هذا النواي نعرف هذه الادعاة الإيرانية أنه فارغة من محتوىها الحقيقي وهي تريد أن تصدر أزماتها تريد أن تستعرض ربما شيء من قوتها أمام المنافس الأمريكي لها في المنطقة ادعاءاتها أمام الرأي العام الإيراني أنها هي تقارع إسرائيل في غزة وهي أهدافها تطوش أو تنحرف باتجاه أهداف مدنية في العراق ويعني الغريب أنه تربطنا مع إيران رسميا علاقات فوق المتميزة يعني إن كانت هذه يعني هذه الهجمات أو هذا التصرف الإيراني مع دولة صديقة جارة له على مستوى عال من الأهمية ويقابلها بهذه العدوانية فكيف مع هذا النظام مع دول أخرى يناصبها العداء يعني حقيقة أمر يعني يثير الريبة من هكذا جار يسوء للعلاقات رغم يعني المبادرات الكبيرة للجانب الرسمي العراقي في التعاطي في الاستجابة في التجانس مع الرغبات المشتركة لشعبي البلدين لكن حقيقة هذه النواية العدوانية تتكشف ولعل ربضارة نافعة تتكشف أيضا للمجتمع الدولي أكثر هذه النواية من أنه بلد صديق وجار بدرجة عالية من التمييز يخضع لهذه الاستهدافات للأسف نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر